منذ اليوم الأول للحرب ضد قطاع غزة حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو معالم اليوم التالي للحرب في ثلاثة أهداف تدمير حركة حماس وإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين وإحلال سلطة أمنية إسرائيلية دائمة على القطاع رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي لم ينسى تلك الأهداف ولكنه فشل في تحقيقها فألقى باللوم على نتنياهو لأنه لم يحدد معالم جديدة تتوافق مع نتائج الأمر الواقع صحيفة نيويورك تايمز نقلت الثلاثاء الماضي عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن عدم رغبة نتنياهو بنقاش جاد بشأن اليوم التالي للحرب تسبب بإحباط في الجيش الإسرائيلي الذي يضطر للقتال مرة أخرى في الجزء الشمالي لقطاع غزة سجال عنيف اندلع داخل مجلس الحرب ما دفع نتنياهو إلى أن يتنصل من معالم يومه التالي قائلا إنه يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب استقالة يورام حمو المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كشفت أن حكومة الحرب الإسرائيلية كانت تعرف ماذا تريد ولكنها لا تملك القدرة على تحقيقه عيران ليرمان نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق قال إن رد الفعل العنيف الذي تواجهه إسرائيل من معظم أنحاء العالم بشأن الحرب وارتفاع عدد القتلى بين الفلسطينيين في غزة يأتي جزئيا من الافتقار إلى رؤية متماسكة بشأن اليوم التالي للحرب والحرب تتعثر ضد غزة لأن المقاومة المسلحة أعادت فصول المعركة في مختلف محاور القتال إلى أسبوع الحرب الأول بل إنها كبدت جيشا لاحتلال خسائر أكبر مما تكبد في الأسابيع الأولى من الحرب هذا الأمر يجعل حكومة نتنياهو أمام وضع جديد كانت تعرف ماذا تريد وتعتقد أنها ستحققه من خلال سياسات الدمار الشامل والإبادة الجماعية فصارت لا تعرف ماذا تريد وبعد فشل تلك السياسات لم تعد تستطع تحقيقه